وليس مكاملين في لبنان وده بعد ما تصدرت عدد من الفيديوهات المرعبة الترند ولي بتسجل لحظات القصف السهيوني الوحشي على عدد من المناطق في الضحية الجنوبية وانتشر أكتر من فيديو بيصور حالة الفزع عند الناس بالإضافة طبعا للانفجارات المرعبة وفيديوهات تانية بتوضح حجم الضمار والخراب اللي حصل في أكتر من منطقة في لبنان ويمكن كان من أكتر الفيديوهات انتشارا هو الفيديو اللي بيوضح أحد المناطق في الضحية الجنوبية ببيروت واللي تحولت تقريبا لمنطقة أشباح بعد ما نزح منها أهلها خوفا على حياتهم بعد تعرضها للهجمات الوحشية من الجيش السهيوني أما عن مستشفيات لبنان فتصدر أكتر من مشهد منها التراند برضو خلال الأيام اللي فاتت وده بعد ما بدأ يتوافد عليها ضحايا القص وده اللي خلينا نشوف عدد من المشاهد المرعبة واللي رجعت للذكرة المشاهد اللي كنا بنشوفها من فترة قريبة في قطع غزة وكان رئيس عبدالفتح السيسي قد أمر بإرسال شاحنات عجلة من المواد الإغافية والأدوية واحتجات المستشفيات فورا للبنان وده طبعا لمساعدة المستشفيات اللبنانية على الاستمرار في علاج المصابين نتيجة القصف الوحشي